نجح الطفل اللبناني ليام جيرماكيان في استغلال موهبته الكبيرة بالرسم حيث عمل على خلق اسلوب مميز له فتح الباب أمامه للدخول إلى مجال الأزياء والرسم على الملابس المزيد حول قصة الطفل اللبناني الموهوب نتابعها في سياق التقرير التالي وسط أبوين شغوفين بالفن نشأ الطفل اللبناني ليام جيرماكيان وتأثر بهما وبدأ مشواره مع الرسم في سن مبكرة وأصبح الآن وهو في العاشرة من عمره يمتلك علامة تجارية تضم مجموعتين من القمصان المزينة برسوماته المبتكرة يقول الطفل اللبناني الصغير إنه ما إن يضع يده على الورق حتى تنطلق لترسم بمفردها كما لو أنها متصلة برأسه بشكل مترابط وتبدع رسومات مميزة أضع يدي على الورق ومن ثم فإن يدي هي التي ترسم بمفردها يبدو الأمر كما لو أن يدي ورأسي متصلان ويرسمان معا هكذا حتى إنني لا أستطيع التحكم في عقلي إنه يرسم ذلك من نفسه تأثر الطفل بفنانين عظماء لكنه أراد أن يكون له أسطوبه الخاص وبدأ يفكر في الأمر حتى اكتشف أسطوبه المميز قبل عامين أثناء تزينه لشجرة عيد الميلاد في متجر والدته يمنى حيث مثلت الشجرة نقطة انطلاقة له فظل يرسم على الورق والقماش والقمصان رسومات مميزة من ابتكاره إنه قلنا نعمل براند تكبر مع عمره حسب شو بيحب حسب شو عباله ما بحياته عامل رسمي لهلا أتليست البيت تبعها أن تكون معمولة لتي شيرت يعني هو بيرسم راندملي على خزينته على الوراق على شو مكان ومن هيدا الشيء منشوف شو وات إز أدابتبل وات إز نوت على تي شيرت وأغلقت يمنى متجرها الذي تضرر جرى انفجار مرفأ بيروت عام 2020 لكنها استمرت في عملها عبر الإنترنت حيث تتوفر مجموعات اليام في الوقت الحالي تضم مجموعاته القمصان فقط لكن الطفل اللبناني يرتم على أحذيته وأدواته وأشياء أخرى وهو يخطط في المستقبل لتوسيع قاعدة أعماله وخوض تحديات جديدة ترجمة نانسي قنقر